تروح لمطش بكرة. مطش بكرة طبعا مباراة وطبعا مهمة جدا. مهمة لأسباب كتير. تلاتة نقاط في منتقى الأهمية بالنسبة للأهل في التوقيت ده. أنت فريق بترجع مرة تانية تنافس على أهم بطولة متبقية لك في الموسم ده بطولة الدول. محتاج أنك في أسرع وقت تستعيد الصدارة. محتاج ما تفردش في أي نقطة. مطش بكرة يزيد من أهميته حاجات كتير. نمرة واحد قيادة سامي أمصان. الحقيقة كابتن سامي أمصان بكرة في اختبار صعب. لأن الأهل كمان هيلعب بدون غيابات كتير جدا. سواء اللاعيبين الدوليين. اللي موجودين طبعا أو اللي هيرجعوا. ومشعاف المنتخب مفترض هيرجع النهاردة. بس بتأكيد لعيبة الدوليين. وده كان الاتفاق أنهم مش هيشاركوا فيه. فيه نوعين من لعيبة الدوليين. لعيبة الدوليين اللي شاركوا وتم استدعاءهم فيه المرحلة الأخيرة. دول بره الحسابات لكن بدر بينهم دولي. لكن يعني لو سامي أمصان شاف أنه جاهز بكرة. هيشارك عادي جدا. لأنه لم يتم استدعاءه. فدي أنجي نفس الحكاية. أعتقد أنه موجود مع الفريق. واتمرن مع الفريق. وبالتالي أعتقد تواجده بكرة ممكن يكون وارد جدا. ففي النهاية عايز أقول أنه فيه عدد كبير من اللاعبين. يعني بسبب إصابات. أو حتى بسبب مشاركاتهم الدولية. مش هيكونوا موجودين مع الفريق بكرة. فهي مواجهة بالتأكيد لها حسابات خاصة جدا. والأهم إن شاء الله أن نحن نفوز بتلت نقاط قبل من نروح لمواجهة الزمالك. لأنه دي مواجهة الصعبة. ومهم جدا بالنسبة لأنك تروح من الزمالك. فاقف على رجليك. عشان هتكون مباراة في منتهى الأهمية. المباراة بكرة هيحكمها إن شاء الله كابتن إبراهيم نور الدين. تحكيم طبعا. ده ملف طويل قوي. نحتاجين نتكلم فيه كتير يعني. مبارح كان.